والسد إذا هوى في الخامس عشر من مايو عام الف وتسعمائة وثلاثة وأربعين نجحت القوات الجوية البريطانية أخيراً في تدمير جميع السدود الألمانية فوق نهر الرور بعدما فشلت جميع المحاولات والتجارب البريطانية السابقة التي استهدفت تلك السدود التي كانت تمد المدن الصناعية الألمانية بالمياه وبالطاقة وكان ضرورياً وفقاً للرؤية العسكرية التيكتيكية البريطانية أن يتم تدمير هذه السدود في وقت واحد وبأكبر قدر من الخسائر لذلك توصل البريطانيون إلى اختراع قنبلة التفريغ الهوائي الارتدادية وحملتها الطائرة القاذفة لانكستر حيث تزن القنبلة قرابة الخمسة أطنان كان الإنجليز يصابقون الزمن فتدمير السدود لا بد وأن يتم قبل نهاية شهر مايو قبل تجمع المياه بغزارة مما يفقد العملية أهم عناصر النجاح حددت بريطانيا سبعة سدود لقصفها بالقنابل الارتدادية دفعة واحدة وقبل نهاية مايو وهي سد لستر، وسد إمبي، وسد مهنة، وسد سوربة، وسد ديميل، وسد هون، وسد آيدر وبالفعل، وفي مساء الخامس عشر من مايو انطلقت تسع عشرة قاذفة لانكستر وعبر موجات تفجيرية متتالية حدث تصدع هائل في السدود الألمانية وتحطمت محطات توليد الكهرباء والتوربينات الموجودة بالسدود وانطلق الفيضان يقتلع كل ما أمامه من مناجم ومصانع وقتل في هذه العملية قرابة الألفين من المدنيين الألمان وللحديث حول تدمير السدود بقية بالتأكيد